إعادة الهيكلة ومسألة التفويت أو إمكانية التفويت في المؤسسات العمومية ما زالت الشغل الشاغل للعديد من القيادات النقبية حديث البارح على أنه إعادة طرح ملف هيكلة الخطوط الجوية التونسية هي من أبرز اتفاق النقل ما يعرف باتفاق النقل لكن ما عنيش ما زلنا ما نعرفوش كيفاش ستكون الصيغة هل هناك مفاوضة خطر خبال اللي سمعنا لطفي أنه صبع مؤسسات سيتم هيكلتها بش نبدأوا نسلطها بش نبدأوا بها على رأسهم الخطوط الجوية التونسية أو النقلة الوطنية إيدو بوي ما سمحت شيء إيدو بوي سمها الإضراب أو التهديد بالإضراب فعلا معناها أنت وصفته أو البيان وصف الاتفاق بالتاريخي وأنا اعتقادي أنه ما نجمو نوصفه اتفاق بالتاريخي إلا إذا كانت عنده انعكاسات مباشرة على أداء هذا المرفق العمومي الحساس والحساس جدا في حياة المواطن التونسي ذاك عليش ماذا بينا إذا مش نمشيه في اتفاق يكون اتفاق ليس فقط للاستجابة للمطالب الاجتماعية لأعوان النقل بل أيضا لفتح ملف النقل العمومي في تونس على مصر عيه حتى نتناوله بطريقة جدية ونطرح الحلول الكبرى لهذا المرفق الذي أصبح تقريبا في حالة احتضار كبيرة وكبيرة جدا المشكل أنه عنده تأزم العلاقة بين الطرفين الحكومي والنقابي يخرج معناها التهديد بالإضراب العام وتحتد النقاشات وتقريبا تكون الأمور معناها كما نقوله وإحنا حسمت لفائدة الإضراب يتم إلغاء الإضراب في آخر لحظة وتنفرج أسارير الناس يعني أنه تصبح الأمن يمتعنا يا سيخليفة أنه الإضراب مسارش وليس أنه نتناول حقيقة المرفق هذية مرفق النقل اللي الناس الكلة نستعملوا فيه والناس الكلة قاعدين نعاينه في التدهور المتواصل واللي تقريبا اليوم خلاه يعني في حالة شبه ميقوس من إصلاحها وبالتالي إذا ثم اتفاق تاريخي يلزم يكون المستفيد الأول والأخير منه هو المواطن التونسي اللي قاعد يكتوي اليوم بحالة النقل ومع لا سادة المسؤولين في الدولة أو حتى في النقابات إلا أنهم يهب تنهار وشوفوا المواطن البسيط كشنوه اللي قاعد يقاسي سواء بش يمشي يقرأ ولا بش يمشي يداوي ولا بش يمشي يخدم سواء في وسط العاصمة أو قدوما من داخل الجمهورية صراحة مع الخطوط الجوية التونسية أيضا وهنا هذا الموضوع اللي عزة لي أكثر من غيره هو مسألة النقل الحديدي النقل الحديدي اللي الاستعمار الفرنساوي معناها خلالنا فيه إرث كبير وهو كبير ياسر وللأسف اقطعنا معاه ومشينا في خيارات أخرى تبين بالوقت أن خيارات كانت فاشلة وخاطئة اليوم عنا إرث حديدي كبير ياسر كنا نجمه نشتغله على إعادة تجديده وهنا تترصد حتى معناها مساعدات خارجية كبيرة يلزم خطة جدية استراتيجية عميقة ما نبقاوش نذكره النقل فقط وقت يبدأ ثم تهديد بالإضراب ثم يصبح كما قلت الأمن يمتعنا أنه الإضراب ما يصيرش وليس تحسين خدمات النقل في تونس موسيقى